على الصعيد الميداني أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل ثلاثين عسكريا أوكرانيا وجرح أربعين آخرين على محوري كراسني ليمان وكوبيانسك كما أعلنت الوزارة سيطرة القوات الروسية على مناطق جديدة في داناتسك وزابوريجيا لافتة في الوقت نفسه إلى أن كييف فقدت خمسة وستين جنديا في الساعات الأربع والعشرين الماضية هذا وقد أفادت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة زابوريجيا بأن القوات الروسية شنت هجمات على خط جبهة زابوريجيا مضيفة بأن موسكو تجري عمليات استطلاع معمقة في المقاطعة وأكدت السلطات الموالية لروسيا بأن المعارك الرئيسية تدور حاليا في مدينتي أوريخوف وغولياي بولي مرجحة بأن تشن القوات الأوكرانية وجوما مضادا الربيع المقبل من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنها شنت هجمات صاروخية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وقالت الوزارة أن الغرات الروسية على أوكرانيا منعت وصول أسلحة للقوات الأوكرانية بعضها مقدم من النيتو بدوره أعلن عمدة مدينة ميكو لايفا الأوكرانية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل خلال هجوم روسي على المدينة ترجمة نانسي قنقر